خلينا الوقت نروح لجريدة اليوم السابع وحتكون هناك ورسلتنا العزيزة نورهان طمان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف المواقع ومعينا أخبار كتيرة لحد ما برضو مفرحة خاصة بي السكواش وغيره نورهان يعني بنصبح عليك يا أنا وكريم وكل سنة وانت طيبة ومرة تانية بنعود بعد غياب كلنا أو بعد فترة الأجازة خلينا نسمع منك تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا كل سنة وانت طيبين وكل سنة وكل جمهور قناة الأهلي بخير احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم خلينا نقول لنا أول خبر معنا من جريدة المساء طبعا عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إيهاب جلال وبعنوان إيهاب جلال يوقع عقده اليوم مع اتحاد الكرة طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة السيد جمال علام هيعقد مؤتمر صحفي اليوم أو ظهر اليوم في مقر اتحاد المصري لكرة القدم للاعلان عن تولي أو تفاصيل عقد إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر كمان خلينا نفكركم استمرار السنائي محمد شوقي كمدرب عام للمنتخب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى تاني خبر معنا زي ما قلت يا نهواند عن نوران جوهر وتفوق كالعادة مصري في لعبة السكواش ومن جريدة اليوم السابع نوران جوهر تتوج ببطولة جي بي مورجان لسيدات السكواش بأمريكا توجد البطلة نوران جوهر يعني طبعا المصنفة الأولى عالميا على السيدات ولعبة وادي ديجلا ببطولة جي بي مورجان للسكواش واللي استضافتها نيويورك في الولايات المتحدة في الفترة من 1 ل 8 مايو الجاري كمان خلينا نقول ان ربطة اللاعبين المحترفين للسكواش اعلنت التصنيف الجديد لشهر مايو الجاري وحفظت البطلة المصرية على صدارة التصنيف ومن موقع في الجول بعد موسم واحد من الهجوض شلكة يعود للدوري الألماني بسيناريو جنوني نجح فريق شلكة للعودة مرة أخرى للدوري الألماني الممتاز بعد سيناريو جنوني أمام طبعا نظير وسانت باولي في مباراة اللي قيمت بينهم أمس قبل جولة أخيرة من دوري الدرجة التانية الألماني يمكن كان فيه الشوط الأول يعني دروب أو خسارة لشلكة فيه الشوط الأول أو يعني تأخر بهدفين ولكن شلكة يعني قدم ريمونتادة قوية جدا واستطاع الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين لعودة مرة أخرى للدوري الألماني بعد هبوط موسم واحد فقط ومن الشرق الأوسط وده آخر أخبارنا سقوط موزيل للمانشستر يونيتد في برايتون ويلفر هامتون يخطف تعادل من تشيلسي تلقى منشستر يونيتد هزيمة سقيلة أمس بربعية دون رد أمام نظير برايتون على ملعب الأخير في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي وبهذه نتيجة توقف رصيد منشستر يونيتد عند 58 نقطة محتلا المركز السادس بينما برايتون ارتفع رصيده لـ 47 نقطة وصعد للمركز التاسع ولازال طبعا منشستر سيتي وليفربول بيتقسموا الصدارة براسيد 83 نقطة أما طبعا بقى تشيلسي فسقط في فخ التعادل الأمس أمام نظير ويلفر هامتون بهدفين لكل فريق وطبعا يعني عايزين نقول لكم أنه بهذه النتيجة تشيلسي بيحتل المركز التالت في جدول ترتيب المسابقة براسيد 67 نقطة بينما ويلفر هامتون في المركز الثامن براسيد 50 نقطة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو تغطية رائعة كالعادة نورهان منشكرك عليها جدا شكرا لك زملتنا العزيزة